تلك الرسل فضلنا بعضهم لا بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى من مريب البينات ويّذناه بلوك القدس ولو شاء اللهم قتتل الذين من بعضهم من بعض ما جاءتهم البينات ولكن يختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللهم قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بغنفي ولا كلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأكذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطفاوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المثقالا فسوى ملها والله سميع العليم الله وليه الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء المطفاوت يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميد قال أنا أخي وأميد قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية ويخابية على أرشها قال أنا يخي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسمها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحكي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فاخذ أربعة من الطير فسرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضعف لمن يشاء الله واسعون عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يدعون ما أنفقوا منهم ولا أذلهم أجر منذ ربهم ولا خوف عليهم ولم يسألون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يطمع ها أذى والله وليم خليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذين ينفقوا ما له رئاء الناس ولا يؤمنوا بالله واليوم الآخرة فمثله كمثل الصفان عليه طراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا الله ولا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم بطغاء مرضات لا وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فضلوا والله بما تعملون بسير أي ودوا أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحت لنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله زرية ضعفة فأصابها يوصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآية لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين لن تغمدوا فيه واعلموا أن الله ني خميل الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفخشة والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسعون عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة لو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبضوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبين ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير وفعلكما الدم لا تظلمون للفقراء الذين أوصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعاف تعرف بسيماهم لا يسألون الناس الحافى وما تنفقوا من خير فإن الله بعليم الذين ينفقون أبوالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجروا من دربهم ولا خوف عليهم ولم يسألون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبته الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موزة من ربه فانتهى فله ما سلف وعمله إلا الله ومن عدف أولئك أصحاب النار وفيها خالد يمحك الله الربا ويربس ودفات والله لا يحب كل كفار من الذين آمنوا وعملوا صالحات وقاموا صلاة وآتوا الزكاة لهم أجروا من دربهم ولا خوف عليهم ولم يسألون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وزروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسولهم انتبتم فلكم رؤوسا واركم لا تزلمون ولا تزلمون وإن كان ذو وسرة فنذرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يومن ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يزلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى جن مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل وليكتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه حق سفيا أو ضعيفا ولا يستطيع أي من الله وفليم للولي بالعدل واستشفدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجلوا ومرأتان ممن ترضون من الشهداء ينتظل إهداهما فتذكر إهداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه سعيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقصدوا عند الله وكموا للشهادة وأدلال لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناحنا لا تكتبوها وأشفدوا إذا تباياكم ولا يضر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإن نفسكم بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرها مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أبانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وصعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عشرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توقت لنا به واغفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانسرنا على القوم الكافرين ألف لا من الله لا إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات لا لهم ذاهم شديد والله وزيد من انتقام إن الله لا يخفى لي شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنهم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغن فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويره وما يعلم تأويره إلا الله والراسقون في العلم يقول لامنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولي الألبام ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهملنا باللدن كرحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامل الناس اليوم لا ريب فيهم إن الله لا يخلف المعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموال ولا أولاد من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين بإنقبهم كذبوا بآياتنا فأحضوا من الله بظنوبهم والله شديدنا إقوابه كل الذين كفروا ستغلبون وترشعون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وقرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنسره من يشاه إن في ذلك لعبرة لأبسوار زين للناس حب الشهابات من النساء والبنين والقراتير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعم والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده خسن المآب قل أو نبق بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين في أوازوار مطهرة ورضوار من الله والله بصير بالعبادة الذين يقولون ربنا إننا آمننا فعفر لنا جنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين للأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعض ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآية الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أن أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وكل الذين أوتوا الكتاب الأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإن ما عليك البلاء والله بصير بالعبادة إن الذين يكفرون بآية الله ويقتدون النبيين بعير حقهم ويقتدون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبثت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناسرين هلم تر إلى الذين أوتوا نسوبا من الكتاب بيدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وموردون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار للأيام معدودات وغرهم في دين ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم الله ريب فيه وفيت كل نفس ما كسبت وأن لا يجلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولجوا الليل في النهار وتولجوا النهار في الليل وتخرجوا الحي من الميت وتخرجوا الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء لن تتقوا من منتقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المسوير كن إن تخفوا ما في سدوركم وما تبدو يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مفترا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويعفر لكم ذنوبكم والله وفروا رحيم قل أتبعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين زرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني عيضها بك وزريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذكرية طيبة إنك سمع الدعاء فنادت كل ملائكة وهو طائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال ربي أن لا يكونني غلاب وقد بدعني الكبر وامرأتي عقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي جعلني آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله استفاك وتهرك واستفاك على نساء العالمين يا مريم قلتي لربك واستدي واركعي ماراك إن ذلك من أنباء العيب نخيه لك وما كنت لديم إذ ينقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديم إذ يحتسمني قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيق وعي سبل مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أن لا يكون لي ولد ولم يبسس لي بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجين ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ لكم هوا الأبرص وعوخي الموتى بإذن الله ونبئكم بما تأكلون وما تتخيرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولوحل لكم بعض الذي خرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطعون إن الله وربي إن الله ربي وربكم فعبدوا هذا سرعة مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافيقيني ومطهرك من الذين كفروا وجائلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكموا بينكم بما كنتم فيه تختلفون فعما الذين كفروا فواذبوا ماذا من شديدا في الدنيا والآخرة ومالهم من ناسورين وعما الذين آمنوا وعملوا صاركات فيه وفيه مجرم والله لا يحب الظالمين ذلك نتبه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل عدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيقون الحق من ربك فلا تكون من الممترين فمن حاجك فيه من بعض ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندوا عبداءنا وعبداءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله إلى الكاذبين إن هذا له القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لولا زر الحكيم فإن تولوا فإن الله علمون بالمسلم قل يا أهل الكتاب تعالى ولا كلمة سماء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشتك بي شيء ولا يتخذ بعضنا بعض أرباب من دون الله فإن تولوا فقولوا اشخدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعضها فلا تاقن ها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلموا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نسرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يدلونكم وما يدلون إلا أنفسهم وما يشكرون يا أهل الكتاب لماذا تغفرون بآيات الله وأنتم تشكدون يا أهل الكتاب لماذا تلقصون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب يأمنوا بالذين انزل على الذين آمنوا وجه النهار وقفلوا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أتيتم ويحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد لا يؤتي من يشاء والله أسونارهم يختص برحمة من يشاء والله ذو الفضل العظيم من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومن من إن تأمنه بذينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأممين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من أوفى بعهده والتقاف إن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعات الله وإيمان ثمنا وقالينا أولئك لا خلاك لهم في الآخرة ولا يكلمون الله ولا ينظر لهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلونا لسنتهم بالكتاب لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كنوا عبادة لي من دون الله ولكن كنوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا هيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله مساك النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرن قال أكررتم وأخذتم على ذلك مصري قالوا أكررنا قال فاشهد وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولاكم الفاسقون فغير دين الله يبقون وله أسلم من في السماوات والأرض طواه وكرهه وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل لنا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإصحاف وياقوب والأسبات وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من القاسرين كيف يهدي الله قوم أن يكفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهديه قوم الظالمين أولئك جزاؤم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس إلماعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينزرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك واسلكوا فإن الله أفضل راكم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبة مولاكم الضادون إن الذين كفروا وماتوا من كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبوا ولن افتدى به ولكن لهم أذاب أليم وما لهم من داسرين